خلينا دلوقتي نروح لليندا تقول لنا اخر اخبار التقس وكمان اخبار العملات واسعار الدهب النهاردة صباح الخير عليك يا ليندا والاول عايزين نعرف منك سؤال حلقتنا بقى النهاردة بتنظامي وقتك ازاي في رمضان صباح الخير هدير صباح الخير احمد الحقيقة يا هديرنا بحس ان الوقت فيه باركة اكتر في رمضان بالنسبة لي انا من الناس اللي بعرف اركز اكتر ودي اكتر قبل الفطار يمكن عكس معظم الناس بعد الفطار الحقيقة ببقى مكسلة جدا يمكن الحاجة الوحيدة يعني بحاول ان انا اعملها بعد الفطار هي الرياضة عشان مضطرة قبل الفطار بقى يعني ممكن اعرى اكتر عندي وقت طبعا بجنب العبادات القراية مثلا فرجع تلفزيون ودي حاجات عادة ما بيبقاش فيه وقت قوي ان احنا نعملها بأيام التاريخ بطبيعة الحال عدك لنا من الاشخاص المنظمة بحقية صباح خير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اسعار صرف العملات الرسمية وهنبتدي مع الدولار الامريكي سعر البيع بيسجل 18.31 اما الشراء فبيسجل 18.21 اليورو السعر البيع بيسجل 20.27 اما الشراء فبيسجل 20.16 الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.01 اما الشراء بيسجل 23.87 هنروح للفرانك السويسري البيع بيسجل 19.80 اما الشراء فبيسجل 19.69 اليوان الصيني البيع بيسجل 2.88 اما الشراء فبيسجل 2.87 اليان الياباني البيع بيسجل 15.05 والشراء بيسجل 14.97 هنروح للريال السعودي البيع بيسجل 4.88 اما الشراء فبيسجل 4.85 الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.34 اما الشراء فبيسجل 59.86 الدرهم الاماراتي البيع بيسجل 4.98 اما الشراء فبيسجل 4.95 ودلوقتي مشاهدينا هنروح لأسعار الدهب عيار 18 بيسجل 830 جنيه للجرام اما عيار 21 فبيسجل 970 جنيه للجرام عيار 24 بيسجل 118 واخيرا الجنيه الدهب بيسجل 7760 خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريع عن أحوال الطقس في تاني يوم رمضان النهاردة الطقس هيكون خرع على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وفيه النهاردة نشاط الرياح على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية درجة الخرارة في القهرة النهاردة 31 واعلى درجة خرارة هتكون في الوادي الجديد 42 واقل درجة خرارة في بورسعيد 24 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية